بالنسبة لأخبار المحافظات اللي معانا النهاردة في الدأهلية تم صرف الدفع 188 من قروض مشروعات شباب الخريجين بإجمالي 126.7 مليون جنيه وفي أسيوت تم توسعة طريق مصر الزراعي لتخفيف الكثفات المرورية المختلفة أيضا في سهاج أعلنت جامعة سهاج أن وحدة المناعة والحساسية للأطفال بالمستشفى الجامعي القديم قامت بمناظرة 300 حالة خلال 90 يوم أما في بورسعيد فقد تم تنفيذ أعمال رصف وتطوير منطقة زمزم القديمة في حي الضواحي محافظات مصر شاهدت أخبار كثيرة محافظة الدأهلية وفقت على صرف الدفع 188 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يونيو 2024 وده بإجمالي 900 ألف جنيه موزع على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة وبكده يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 126.7 مليون جنيه استفاد منها 13401 شاب وفتاة كمان في أسيوت شاهد طريق مصر أسيوت الزراعي تنفيذ أعمال توسعات وبيتم حالياً تكثيف العمل في نطاق قرية المرزيق بمركز مدينة البدرشين وبيشمل مخطط التوسعة زيادة عرض الطريق من 8 متر إلى 11.5 متر وتنفيذ أعمال الرصف الخرساني لدعم الطريق واستيعاب الزيادة في الحركة المرورية المتوقعة به إلى جانب شبكات الإنارة والتشجير في سوهاج أعلنت جامعة سوهاج أن وحدة المناعة والحساسية للأطفال بالمستشفى الجامعي القديم قام بمناظر التلتميت حالة خلال 90 يوم والوحدة مزودة بفرق طبية مدربة تدريب جيد على أيدي نخبة من الأطباء المهرة وبتقدم الخدمات العلاجية المجانية لأبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة وبتعد الوحدة قفزة نوعية هائلة لخدمة المرضى محافظة المنوفية أعلنت أيضاً قبول 4737 طالب وطالبة بتنسيق رياض الأطفال كي جي وان بالمرحلة الأولى بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2024-2025 بنطاق المحافظة وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة وده من إجمال عدد طلاب متقدمين 9422 طالب عبر موقع التنسيق الإلكتروني للمدارس الرسمية والمتميزة للغات للمحافظة في بنسوي فأكدت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بكفر من سابة مركز الفشن مكونة من 8 عيادات في 8 تخصصات هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة والأسنان وضمن إجراءات وقائية مشددة وتم الكشف على 1329 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان في محافظة بورسعيد شهد حي الضواحي تنفيذ أعمال رصف ورفع جفاءة منطقة زمزم القديمة بالضواحي للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبيأتي ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع جفاءة منظومة الطرق الداخلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تشمل أعمال التطوير رفع جفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع جفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لانسكيب وتدعيم شبكة بلعات الأمطار